عيد مرحب بكل المرشحين الرئاسيين يلا اللي عايز يترشح للرئاسي يتفضل نفيش حاجة تبنعكم قدمنا مطلب في ترشح لأستاذ عابير موسي للانتخابة الرئاسية المقبلة قضت محكمة تونيسية بسجني عابير موسي المعارضة البارزة للرئيس قيسة سعيد انت قبضت على عابير موسي بجد قدرت عليها دعمه سكركم بيخاف منه أسفين والله يا أستاذ عابير ما يعرفش ان بوكس الان وقف هناك بيستقبل المرشحين بنفسه يعني الرئيس بيتجددله خمس سنين والمعارض بيتجددله سنتين لأ بقى ده ظلم المفوت تبقى خمسة وخمسة أصل جوه الأصل جوه السجن مش فرقة في الحالتين اللي اتنين بعيد عن الناس لا 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 يا سيد قس عيد مش ده اللي اتفقنا عليه انت وعدتني انه يكون في حرية تعبير ومحدش يحصل له حاجة في الآخر تقمد على مرشح رئاسي النيابة هي التي تحركت من تبقى نفسها مش أنا والله وربنا مانا ده اختي مانا دي النيابة الشريرة اللي ضد الحريات هي اللي أمرت بالأب يعني انتوا عايزين الرئيس يتدخل في صلاحيات القضاء ومواسطة الدولة الرئيس قس السعيد يعمل كده ما انتوا عارفين يا جماعة ان الرئيس قس السعيد اكتر رئيس مع استقلال القضاء ايه ده حبسوا المرشح اللي قدامي خلاص بقى مضطر اكمل في السلطة اعمل ايه بس خلاص ماشي انا مصدقك سيد قيس تقريبا كده احنا ظلمناك والنيابة هي السبب في اللبس ده صح طيب يلا يا مرشحين الرئاسة يلا السيد قس السعيد وعدنا انه هو مش بقبض على حد انا سمعت ان السيد لطف المرايحي قدم وراءه للتراشح للقاسة الجمهورية خلينا بقى نشوف هالبرنامجه هيكون قوي وهيقدر نفس به الرئيس قس السعيد ولا لا لا يمكننا ان ظل مكتفي الايدي امام حجم الدمار الذي يصادر حاضرنا ومستقبل امتنا وعليه فانني اعلنوا ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة والقات الشرطة القبض في حق رئيس الحزب الاتحاد الجمهوري مطفي المرايحي بساجن ثمانية اشهر في مع المنع من الترشح مدرحيات من اجل طبيعيذ الاموال وتهريب مكاسب للخارج اتقمض عليك انا ياسف اخص عليك يا لوكس يا مرايحي معقولة يعني انا عمال اتكبر فيك عشان تبيض وشي في الاخر تلبس قضية تبيض اموال بعدين ما عليش انا عندي سؤال للسلطة التونسية مش معنى ده ثمان شهور وعبير موسي سنتين اه لا مش قصد حاجة بس الاتنين اعلنوا نيتهم الترشح ولا ده نيتهم وكانتش سليم اه يمكننا ان نظل مكتفي الايدي اه والنبي يخليكم مكتفي الايدي يا توانس اللي هيفرد ايده هلبس كلابش لا يا جماعة مش دي تونس اللي كنا بنغش منها وكانتين اجابة لكل الاسئلة معقولة تونس بتضيق على مرشحين الرئاسة لم اضيق على احد يطبق القانون على الجميع على قدم المساواة لا في دي معاحة معلش يعني شوف كده حد ترشح ومتبطش عليه مستحيل كله يابا متساوي جوه القفص انا عايز اقولوك يعني فيه جوه تعددية سياسية يعني مش موجودة برا اسلاميين وليبراليين وعلمين كلها اتصاف المجتمع موجودة ان شاء الله جوه يالعملوا بقى انتخابات جوه والعبوا مع بعض لا لا للامانة يا جماعة انا حاسس ان هو صدق المرادي هو بس تقريبا كان فاكر ان هم بيخلف القانون لكن انا بقى اكد لكم ان هو خلاص لو حد يترشح تاني قصاده ومش يحصل له حاجة منافس قوي جدا لسيد قصعي اعلن وزير الصحة الاسبق عبداللطيف المكي اترشح لهذه الانتخابات قضت محكمة تونسية بالسجن مدة ثمانية اشهر على عبداللطيف المكي الى جانب اربعة ناشطين اخرين وجهت اليهم تهم مفتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات اترشحت انا انا استخدبي مش خايف من حاجة انا خايف من سونيا زمالتنا في تلفزيون العربي اني اللي قالت الخبر خلطتك بصراحة وزير الصحة السابق انت انت بقى عيب تبقى وزير الصحة ومش عارف ان الترشح للرئاسة ومدر بالصحة انت يعني وزير سابق وعارف مفروض تعمل حملة لتلقاه السياسيين ضد الانتخابات الرئاسية مش ما قولي يعني كل يوم الي يا جماعة يطلع حد كده منعته قليلة ويضحف وترشح طب كده تفضل مين يا جماعة ينفس قص عيد يا سيد قيس يعني هتنفس مين حضرتك دلوقتي تحب نبعتلك عد السنة دي يا ماما من عندنا ستة شهور مع حقية الشراء طب نرجع تاني للعبد اللطيف المكي يا جماعة معلش يعني هو اتقبض عليه ليه طيب بتدور توكيلات اخصى عليك بنت تقلود او جد بتقلود تنطوي بتاعنا ها يا احمد اتنطوي مش انت كنت مع الصورة وعالطول بتقول الاجابة تونس اه تونس بتقولك طب الاجابة طلعت مص يا اخوة ينفح كده يا سيد قص عيد يعني انت اكتر واحد استفدت من الديمقراطية تونسية وعارف ان الرئيس بيجي بالسندوق انت نفسك جيت بالسندوق السندوق مش معناها ان انت تلم المعارضين كلهم وتحطهم في السندوق